تواصل الحضائق استقبال المواطنين في ثالث أيام عيد الأطحى المبارك ومن بين هذه الحضائق حديقة الفنون المطلة على كورنيش النيل وحديقة أم كرثوم التي تتميز بجوها الهادئ والمساحات الخضراء أجواء من البهجة تسيطر على الحضائق والمتنزهات والتي تستمر في استقبال المواطنين في ثالث أيام عيد الأطحى المبارك كحديقة الفنون والتي تعد أحد أجمل الحضائق المطلة على كورنيش النيل كما توفر لزائريها مساحات خضراء وأمكن للجلوس مطلة على النيل إلى جانب الرحلات النيلية استعدادتنا بتبقى من قبل الدخول العيد بفترة كفية بنبتدي صيانة جميع المشيات للطرق، صيانة جميع المنظومة بتاعة الكهرباء فتح بوابات إضافية إذا أمكن ذلك عشان استعب الجمهور صيانة المسطحات الخضراء وقصة وتشكيلها، نباتات الزينة كلها عموما بنستعد كمان لإستقبال الموطنين بفتح منافس بها أكتر لو كانت فيه كافتريات عندنا حديقة الفنون حاجة جميلة جداً، مكان ممتق، سوى من أول اليوم لحد آخر اليوم حاجة خدمة جميلة جداً، وكل موسيقى موجود أنا وأسراتي وأخوات على بعض أمطار من حديقة الفنون توجد حديقة أم كولثوم والتي تتميز بجوها الهادئ والمساحات الخضراء كما يوجد بها أماكن مخصصة للمشي والجري إلى جانب ملاعب للأطفال بيتم الاستعداد باستقبال الزوار في فترة العيد بين الحدايق تبقى على أعلى مستوى من النظافة استقبال الجمهور بأحسن صورة في توفير كل سبل الراحة للجمهور بصراحة حديقة حلوة جداً، وإحنا دائماً بنجيها ومشاء الله الخدمة حلوة فيها والناس كويسة وكده جهود مستمرة للتأكد من جاهزية الحضائق والمتنزهات لاستقبال المواطنين طوال أيام العيد عن طريق إجراء أعمال الصيانة وحملة النظافة بالحضائق لتكون جاهزة أمام الزائرين جرمين إبراهيم، التلفزيون المصري